نهاردة كلنا مؤمنون بحرية الصحافة ورئيس السيسي يؤكد في أكتر من اللقاء ضرورة يعني عايز أقول حماية حرية الصحافة حرية الصحافة هي العمود الفقري للحريات العامة في المجتمع رئيس السيسي مؤمن تماما بهذا الأمر وأعتقد أن الرئيس فيه كثير من الحديث يعني اللي تحدث فيها ولكاته مع الإعلاميين والرئيس بيحرص دايما في كل المناسبات أنه يصطحب مجموعة من الإعلاميين ومجموعة من الشباب يكونوا معاه في لقاءات عديدة الرئيس بيكون حريص على أنه هو يكون فيه خطاب مع الإعلاميين الرئيس حريص أيضا على أنه هو يتابع أداء الوسط الصحف والإعلامي ويعني الحقيقة ممكن لا يكاد يخلق لقاء لرئيس فتاح السيسي إلا هو يتحدث فيه عن ملاحظات على المجتمع الصحف والإعلامي دي مسائل كلها تؤكد لها أننا لدينا رئيس جمهورية هو رجل يؤمن تماما بحرية الصحافة يؤمن تماما بحرية الإعلام لأنه في النهاية هي دي إعنان رئيس الجمهورية يعني نهارد رئيس الجمهورية اللي هو موجود النهارده هو رئيس الجمهورية يعني هيشوف كل حاجة في مصر إزاي النهارده الصحافة المكتوبة والإعلام هو جزء من الجهات الرقابية بنص الدستور الدستور بيجعل منها جهات رقابية لكن لها سلطة أو لها صفة شعبية هي بتمثل عين الرئيس في كل مكان في مصر الرئيس لما هيعرف مشكلة في أسوان بيعرفها من الصحافة الرئيس لما هيعرف مشكلة موجودة مثلا في الدلتا ولا في سينة أو في غرب الدلتا في مطروح أو في الصحراء هنا أو هنا في النهاية عايز أقول أن جهاز الصحافة هو له دور قومي ومهم جدا في توصيل صوت الشعب للحاكم أو المسؤول أو رئيس الجمهورية دي مسألة لا خلاف عليها نحن نؤكل للرئيس الجمهورية السيد الرئيس المتاعي السيسي أنا الصحفين ما فيش عراسهم ريشا لكن النهاردة إحنا عايزين نقول له يا رئيس حصل تعامل خاطئ مع الملف ده يعني هي الفكرة وفي النهاية ما اللي بدفع تمن مصر اللي بتفع تمن ده من سمعتها من رغبتها النهاردة رئيس بيبذل كل الجهد أن الرئيس عايز يعوض 40 سنة في 4 سنين النهاردة مشروعات قومية ورئيس لما كان بيكلم من كم يوم كده أو من إسبوعين وبيقول أن المشروعات اللي تمت في السنتين الفائدة دول ما تتعملش في 20 سنة الرئيس صادق فيما يقول فعلا مصر شافت مشروعات من افتاح كورونات السويس للمشروعات اللي في جبل الجلالة اللي مش عارف حاجات كتيرة جدا حقيقة يصر على أن الواحد يقدر يرتجلها أو الزاكرة يعني تحصورها وانا قاعد بيكلم دلوقتي لكن فعلا فيه إنجاز موجود على الأرض فيه بناء حقيقي فيه بناء مؤسسي للدولة المصرية الرئيس بيسعى لتكريسه ودي مسألة مهمة جدا لكن النهاردة الأزمة اللي حصلت دي كلها حقيقة النهاردة شاف جريدة الوطن يعني خبر بيقول استقال الصحافة وطالب الرئيس بتدخل لإنها الأزمة ومش عارف يعني وفي النهاية وكأن رئيس الجمهورية مستني كمان الأزمة دي عشان نحدفها له ونقوله النبي الرئيس عارف داخل حلو مشكلة طيب جميل طبع رئيس الجمهورية له مصدقيته ورئيس السيسي هو صاحب المصدقية الحقوقية لدى الشعب المصري ولدى المجتمع المصري ونحن حين نطالب رئيس بتدخل نطالب رئيس بما لهم المصدقية الرئيس هو المسؤول المنتخب الوحيد انتخاب حر ديمقراطي حقيقي في المجتمع المصري انتخابات حقيقية مفيش فيها اي شائبة لنتكلمش عن انتخابات مثلا زي بتاعة مجلس النواب فيها دور دور رأس المال السياسي او مش عارف لكذا لا احنا نتكلم عن رئيس الجمهورية منتخب انتخاب حر ديمقراطي الشعب هو اللي جابه وقاله احنا عزيك تبقى رئيس هو رئيس السلام يكون ياسع للترشح وما طالبش وكان وكثيرا ما رأيناه وهو كان متردد مش عايز له مش متردد ده كمان ده كان عازف عن المسألة الترشح من الذي قاتل رئيس السياسي رئيس الجمهورية الشعب المصري اذا الرئيس يحظى برمزية مهمة جدا يحظى بمصدقية حقيقية رئيس السياسي هو صانع الامل رئيس السياسي هو صانع عايز اقول المستقبل وصانع الامل لهذا الشعب وبالتالي احنا حين نناشد رئيس بالتدخل في مثل هذه الامور انا طبعا مدرق ومقدر مدى الاعباء اللي رئيس بيواجهها شرقا وغربا والتحديات وملفات قومية وملفات استراتيجية مهمة جدا لكن الازمة الشديد الازمة الحصد هي ازمة تدل على غياب ادراك مؤسسات الدولة لدورها يعني انا كنت اتمنى ان يكون فيه تعامل اكثر وعيا من وزارة الداخلية في التعامل مع هذا ملف كنت اتمنى ان يكون فيه ايضا فيه تعامل اكثر وعيا من قبط الصحفيين في التعامل مع هذا ملف كنت أتمنى يكون فيه تعامل أكثر وائعا من الجهات القائمة على تنفيذ الحكم ده وصحها مش بنيكام على التنين من عطات الإجرام يعني حبنيكام على التنين غلطوا وكاتبوا كلام مش كويس على الفيسبوك وشاتموا وقالوا وقالوا يعني وكلام ده كله في النهاية أرى كم واحد يعني في النهاية إحنا عملنا من الاتنين الصحفين دول عملناهم أبطال من حيث لا ندري يعني إيه قيمة اللي كاتبوا أرى كم واحد أرى ألف ألفين ثلاثة عنده كم ألف على صفحيته أنا شخصيا أنا شخصيا وأنا صحفي قديم ومتابع أنا ما أعرفش مكاتب إبن الضبطة أنا ما أردتش وهم مش عندي على الفيسبوك والمش عندي على الصحفة بتاعتي في الحقيقة يعني الموضوبة يقضنا للحديث واحد بنواجه رسالة الرئيس السيسي بمسألة التدخل في أمر المؤسسات الصحفية ما أردتون يا جماعة ما أردش بعد ذلك صورة رئيس ثاني عايز أقوله يا سبت الرئيس إحنا عندنا في مصر صناعة صحافة مهمة جدا والصحافة القومية ونحن الأكل سيد الرئيس هي دعامة مهمة جدا من دعائم الدولة المصرية أرجوك يا سبت الرئيس نرجو أن حضرتك تؤمر أو تطلب بمراجعة المشروع الموحد لقانون الصحافة والإعلام يا سبت الرئيس هذا المشروع بيضع ألغام تهدد صناعة الصحافة في مصر هذا المشروع بيجعل من هذه الصروح الصحفية الكبرى غنيمة من مغانم الحرب اللي ممكن النهاردة يفوز بها طيار يمين ولا طيار شمال إحنا عايزين نحافظ على قومية الرسالة الصحفية عايزين المؤسسات الصحفية وقومية لأن دي مؤسسات بجد دي مجر كاكين أو مش كشاك بتطلع جرايد ولا واحد رجل عمال معايا إرشين مش لقى يصرفهم فين قالك ما نعمل جورنال إطلاقا إحنا نتكلم على عمل مؤسسي حقيقي وأنا الكلام ده بقوله لي كأسات الرئيس وأنا في جرية الجمهورية وأنا وأعلم تماما يعني إيه العمل داخل مؤسسة الصحفية وقومية بكل ما يعني هذا عمل من قواعد مؤسسية هذه المؤسسات هي صروح ضخمة كبيرة جدا عايزين نحافظ عليها الرئيس عايزين النهاردة يكون في عندنا مشروع قانون بيتعامل مع هذه الصحفة أنها صناعة الصحفة المصرية هي صناعة وصناعة زي تاريخ عريق صناعة كبيرة صناعة مهمة جدا من النهاردة ينصى دور مؤسس دار هلال مثلا دار هلال وأنا كنت بسفر لبنان وبشوف إصدارات دار هلال هي أكبر سفير دولة مصرية أكبر شكل من أشكاله قوى النعمة مع إصدارات دار هلال من أمهات الكتب ودرر وتروز وكنوز عفوا التراث المصر والعربي اللي طالع من مطابع دار هلال مطابع الجمهورية وكتابة الجمهورية وإصدارات الجمهورية والدور التنوير اللي نفسه يسعى على الأهرام وعلى الأخبار اليوم أسف يا سيد الرئيس مشروع القانوني الموجود وأنا كنت قاعدت دراسة وبعدتها للتحدية وبعدتها يعني ادتها الوزير المجد العجياتي وبعدتها للعديم تقريبا لأغلب أجنس الدولة هذا المشروع بيحتوي على مشاكل خطيرة تمنح العمل النقابي صلاحيات تنفيذية إزاي النقابي كلها دور تنفيذي دي مسألة في منطقة الخطورة لأن في النهاية مفيش نقابة في مصر بيبقى ليها دور تنفيذي أو دور صلاحيات إدارية وتنفيذية على المؤسسات النقابة ليها دور مهني يتعالج بالمهنة بحمايةها من الدخلاء لارتقاء مستواها حقا كده بالشكل ده في حقيقة دي كلها أمور أنا ممكن كاتب مقالة معاكوا جماعة المقالة الكتابة في الجمهورية طيب هي مقالة بس أنا هشير إلى يعني أهم محتوياتها المقالة بعضنا التغيرات الصحفية بقول فيها أن الوسط الصحفي في حديث كثير عن التغيرات الصحفية لكن أنا عايز أقول أن هذه التغيرات الصحفية مش هتتم قبل 16 لما نطلع مشروع كامل المواحد الصحف والإعلام وبعد تشكيلها هذه الصحفة ما يعنينا في أمر المؤسسات الصحفية القومية مجموعة من نقاطهم مهم جدا أول حاجة ندرك أننا أمام الصحفة أن الصناعة هي صناعة إذا أننا أمام صناعة حساسة ومهمة جدا يجب أن تأخذ لمعايير الحكمة والإدارة المالية الرشيدة مع الحفاظ على إدراك خصية المؤسسات الصحفية القومية والحفاظ على الحقوق العاملين فيها ورقم اتنين أن نحن نحافظ على قومية المؤسسات الصحفية قومية تلاتة أنها قد أنا الأوان لدخل مفهوم الجودة الصحفية النهاردة لدينا ده اللي بookير ن changed it to me الصحفية أهنا الأوان أن تنتهي سيطرة الفصيل واحد على هذا الطيار الصحافة المصرية زلت وما زالت مطمع للعديد من القوة السياسية برحل الإخوان كانوا عايزين نقفزوا عليها ما نجحوش والنهاردة جماعة الناصرين واليساريين يريدون أن يستولوا على هذه المؤسسات وستبقى صحافة مصر القومية عصية على أي محولة لأي فصيل أو طيار السياسي اللي سيطر عليها إذن نحن نريد صحافة قومية تعبر عن الدولة المصرية مش على طيار نجح بطريقة انتخابية جوال برنامان ولا في مجلس النواب وأيضا أنه في نهاية عايز بقوله يا سادة رايز أنه قد أنا الأوان لتنتهي لعبة العلاقات العامة عايزين نهاردة نحط الشخص المناسب في المكان المناسب المسألة ما يكونش لها علاقة بلعبة العلاقات العامة ده بيجدها فبيجي ده لا يجدها فلا يأتي بهذا الخبر أو بهذا الموضوع نصل إلى اختام جولتنا اليوم وإلى أن نلتكفي حراكة قادمة لكم منا كل التحية وشكرا حسن المتابعة